الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته فيما يلي حوار مع مجلة 21 عربي 21 أجر الحوار أو المقابلة الأستاذ بسام ناصر تحت عنوان المهدي الغائب خرافة وأئمة أهل البيت يرفضون الإمامة الإلهية وأقرأ لكم في البداية المقدمة التعريفية التي كتبها الأستاذ بسام ناصر يقول عرف الكاتب والباحث العراقي أحمد الكاتب بكتاباته وأبحاثه ومحاوراته الخارجة عن النسق الديني الشيعي بأصوله العقائدية ومقولاته الدينية المقررة فهو لا يؤمن بعقيدة المهدي الغائب التي تعد عقيدة مركزية في منظومة المذهب الشيعي الإمامي الاثنى عشر ولا يؤمن بنظرية الإمامة الإلهية لأن أبحاثه العقادية والسياسية والتاريخية أوصلته إلى أن أئمة أهل البيت يرفضونها وأكد الكاتب في مقابلة خاصة مع عربي واحد عشرين أنه ما زال على رأيه من قضية المهدي الغائب بل ازداد قناعة بذلك لأنه لا يوجد أي مستند تاريخي أو شرعي على وجودي وولادتي واستمرار حياتي ما يسمى بالإمام الثاني عشر الغائب وبالتالي فلا شرعية لمن يدعي النيابة الخاصة أو العامة عن ذلك الإمام الغائب غير المولود أصلا وانتقد الكاتب الدور الذي يراد إسناده للمرجعيات الدينية من وجوب تسليم الأمور للمراجع وطاعتهم في كل شيء واصفا ذلك بأنه إدعاء سياسي لا يقوم على دليل شرعي وأبدى الكاتب تخوفه شديد من تفشي الدكتاتورية الدينية لافتا إلى أن عامة المثقفين الشيعة يتخوفون من ذلك حتى بعض الفقهاء كالشيخ محمد حسن النائيني أحد قادة حركة الدستور في إيران في مطلع الكرن العشرين حذر من خطورة الدكتاتورية الدينية في كتابه تنبيه الأمة وتنزيه الملة ولفت الكاتب الانتباه إلى أن خلاصة ما توصل إليه في الفكر السياسي هو الشورى أو الديمقراطية الأمر الذي دفعه لتأييد إقامة نظام ديمقراطي في العراق من غير أن يشارك في العملية السياسية مطلقا وأبد الكاتب تحفظه الشديد على أداء المرجعية الدينية التي ما زالت تبث أفكارا اجتهادية قديمة تحصر الشرعية الدستورية بالمرجعية باعتبار المرجع يمثل الحاكم الشرعي ونائب الإمام المهدي المنتظر وهو ما يعيق تطور النظام الديمقراطي ويشله وذكر الكاتب أن النظام السياسي في العراق واقع تحت تأثير نظريتين المرجعية الدينية والديمقراطية مشددا على أن بناء ديمقراطية حقيقية لا يمكن إنجازه إلا بعد التحرر من هيمنة المرجعية الدينية وفيما يلي النص الكامل للحوار سؤال بداية ثم تتشكيك في صدق انتسابك لمذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية بسبب مؤلفاتك وكتاباتك ودروسك التي تنتقد فيها عقائدة ومقولات دينية أين تقف من ذلك كله بعد هذه الرحلة طويلة في الألم والفكري والدعوة جواب لقد ولدت مسلما للفكر الإمامي كما انتميت إلى حركة إسلامية هي منظمة العمل الإسلامي وأصبحت قياديا فيها خلال السبعينات والثمانينات وذهبت إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد انتصار الثورة وأدرت لبعض الوقت القسم العربي في إذاعة طهران وكنت أؤمن بنظرية ولاية الفقيه ومؤيدا لجمهورية الإسلامية ولكني كنت في نفس الوقت أحاول دراسة التجربة الإسلامية الأولى في العصر الحديث لم أعد أؤمن بنظرية ولاية الفقيه عندما طرح الإمام الخميني نظرية الولاية المطلقة عام 1988 توقفت لكي أدرسها بأمق وأدرسها في حوزة القائم لمدة عام في طهران وكانت هذه النظرية دافعا لي للقيام بعدة دراسات تاريخية وفقهية ونظرية حول أسس الفكر الشيئي الإمامي ووجود الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري الذي يعتقد الشيعة الاثنى عشرية بولادته في منتصف القرن الثالث الهجري واستمرار حياته إلى اليوم بصورة إعجازية فانتقدت هذه الفرضية وبالتالي لم أعد أؤمن بنظرية ولاية الفقه إلا إذا قامت على أساس النظام الدستوري الديمقراطي وفي الحدود التي يعينها الشعب حيث لم أعد أؤمن لم أعد أؤمن بأن الفقه هو نائب الإمام المهدي الغائب وإنما أعتقد بأن شرائته وحدود صلاحياته تنبع من الشعب سؤال ما هي أبرز القضايا والموضوعات التي دعوت إلى مراجعتها في النسك الديني السائد في الأوساط الشيائية حاليا جواب وصلت خلال أبحاثي العقدية والسياسية والفقهية إلى رفض أئمة أهل البيت المعروفين لنظرية الإمام الإلهية وإيمانهم بنظرية الشورى وتطبيقهم لها كما وصلت إلى عدم وجود أي مستند تاريخي أو شرعي على وجودي وولادتي واستمراري حياتي ما يسمى بالإمام الثاني عشر الغائب وبالتالي فلا شرعية لمن يدعي النيابة الخاصة أو العامة عن ذلك الإمام الغائب غير المولود أصلا سؤال لك رأي سابق تقرر فيه خرافة عقيدة المهدي وأنها مخترعة لمخالفتها حقائق التأريخ ووقائعه فهل وجدت في الردود الحوزوية عليك ما حملك على مراجعة رأيك أم أنك ما زلت عليه جواب لقد صدرت خلال العشرين سنة الماضية مئات الكتب في الرد على كتاب الإمام المهدي حقيقة تاريخية أنفرضية فلسفية وهو الجزء الثاني من كتاب تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقه ولكن هذه الكتب تكرر نفسها وتستعيد ما كتبه الأولون ولم تستطع أن تأتي بدليل قاطع على ولادته بعد أن اعترف مشايخ الطائف الأولون في القرن الخامس الهجري بأنهم يفتقدون إلى الدليل التاريخي الطبيعي وإنما يذهبون إلى الاعتقاد بوجود ذلك الإمام الثاني عشر بناء على افتراض فلسفي عقلي ليس إلا فماذا يستطيع المتأخرون أن يقدموا أدلة أخرى أقوى وصلت إلى عدم وجود أي مستند تاريخي أو شرعي على وجودي وولادة واستمرار حياتي ما يسمى بالإمام الثاني عشر الغائب وقد نشرت ردودي على تلك الردود في كتاب تحت عنوان حوارات أحمد الكاتب مع العلماء والمراجع والمفكرين حول وجود الإمام الثاني عشر وقلت فيه أنني ازددت قناعة بصواب ما توصلت إليه وفي الحقيقة لست بحاجة لهذا القول أساسا لأن هذا الإمام المفترض لا وجود له منذ وفاة والده في منتصف القرن الثالث الهجري سؤال سؤال ما موقفك من ولاية الفقيه وهل هي من عقائد الشيعة الإمامية الاثنى عشرية الثابتة أم أنها دخيلة على المذهب وحولها خلافات شديدة جواب نظرية ولاية الفقيه تشكل ثورة على نظرية الإمامة وانتظار الإمام الغائب لأنها تتخلى عن الشروط المثالية التعجيزية التي اشترطها الإماميون في الحكام أموم الحكام يعني وهي الأصمة والنص والسلالة العلوية الحسينية وتكتفي باشتراط الألم نظرية ولاية الفقيه تكتفي باشتراط الألم والعدالة في الإمام الحاكم يعني وقد قال بها بعض فقهاء الشيعة منذ حوالي كرنين ولكن الإمام الخميني طبقها في إيران بعد ثورة الشعبية ومزجها بالفكر الدستوري الديمقراطي الجمهوري فكانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهي في إيران تستند إلى رأي الشعب وانتخابات وليس إلى فرضية النيابة العامة للفقهاء عن الإمام المهدي كما كان يعتقد أو يعتقد بذلك بعض الفقهاء ولا يزالون سؤال كيف تنظر إلى المرجعية الدينية وضرورة التزام عامة المتدينين بأقوال واجتهادات المرجعية حتى لو كانت تخالف قناعاتهم وهل للمرجعية حقه فرضي مثل ذلك التصور على عموم المتدينين جواب نظرية المرجعية الدينية هي الأخرى نظرية مناقضة لنظرية الإمامة وقد طورها الشيعة خلال القرون المتأخرة في محاولة من أجل الخروج من نفق نظرية الإمامة والانتظار للإمام الغائب العقيمة وقد ابتدأت المرجعية بحديث ضعيف أو مختلق منسوب إلى الإمام الغائب يوصي الشيعة بالرجوع إلى رواة يوصي الشيعة بالرجوع إلى رواة أحاديث أهل البيت في المسائل الحادثة ثم تم فتح باب الاجتهاد في القرن الخامس الهجري على يد الشيخ المفيد وشيخ الطوسي ثم افترض فقهاء آخرون كالشيخ علي عبد العالي الكركي في القرن العاشر الهجري أيام الدولة صفوية افترضوا أن الفقهاء هم نواب عامون عن الإمام المهدي الغائب ثم قال فقهاء متأخرون قبل حوالي كرنين بوجود أو بوجوب تقليد عامة الناس للفقهاء المجتهدين وذلك وذلك في المسائل غير الضرورية وغير المتواترة والتي لا يعرف فيها الإنسان الحكم الشرعي وأما ما يقال من وجوب تسليم الأمور للمراجع وطاعتهم في كل شيء فهذا ادعاء سياسي لا يقوم على دليل شرعي سؤال هل تخشى حقا من تفشي الدكتاتورية الدينية في ضوء بعض التجارب المعاصرة على خلفية ممارسة السياسة بفتاوى دينية موجهة جواب هذا أمر يخاف منه المثقفون الشيعة حتى بعض الفقهاء كشيخ محمد حسن النائيني أحد قادة حركة الدستور في إيران في مطلع القرن العشرين والذي كتب تنبيه الأمة وتنزيه الملة وتحدث فيه عن خطورة الدكتاتورية الدينية التي عانى منها هو نفس الشيخ على يد بعض مشاهيخ الشيعة في النجف وطهران الذين كانوا يأيدون حزب الاستبداد المناهض للحركة الدستورية المشروطة كما هو معروف سؤال كيف تقيم أداء المراجع الدينية الشيعية دينيا وسياسيا وهل كان أداؤها السياسي منسجما ومتناغما مع ما تؤمن به دينيا ما تؤمن هي يعني جواب مراجع الشيعة يختلفون من واحد إلى آخر وكل مرجع له رؤيته السياسية وفكره السياسي وعلاقاته وأداؤه فبعضهم كان مكافحا ضد الاستبداد والاستعمار في العراق وإيران ولبنان وبعضهم كان مهادنا مع الطغاة والمستعمرين سؤال هل عقليتك النقدية تقتصر على محاكمة النظريات والعقائد والأفكار الدينية أم أنك تعملها كذلك في تقييم السياسات العراقية مع بعض سقوط نظام صدام حسين وما هي أبرز تلك الانتقادات إن وجدت جواب إن خلاصة ما توصلت إليه من فكر سياسي هو الشورى أو الديمقراطية ولذلك كنت مؤيدا لإقامة نظام ديمقراطي في العراق ولكن لم أشارك في العملية السياسية مطلقا وكنت ألاحظ أن الدستورة أو قانون الانتخاب يعانيان من ثغرات كبيرة وكنت أعتقد أن الخطأ في النظام العراقي يكمن في نظام المحاصصة الطائفية والقومية والنظام البرلماني ولذا فإنني أدعو إلى استبدال هذا النظام بالنظام الرئاسي الذي أعتقد أنه يستطيع توحيد الشعب أكثر ويبعده عن المحاصصة الطائفية والقومية ولا أزال أؤمن بإمكانية إصلاح هذا النظام وتطويره نحو الأفضل وأعتقد أن دعوة المرجعية الدينية الشعية للالتزام بالنظام الديمقراطي تعتبر خطوة مهمة جدا بالرغم من أن المرجعية لا تزال تفرض نفسها على الساحة الشعبية وتبث أفكار اجتهادية قديمة بحصر الشرعية الدستورية بالمرجعية باعتبار المرجع يمثل الحاكم الشرعي ونائب الإمام المهدي المنتظر وهو ما يعيق تطور النظام الديمقراطي ويشله ويشده بين نظريتين المرجعية الدينية من جهة والديمقراطية من جهة أخرى في حين لا يمكن بناء ديمقراطية حقيقية إلا بعد التحرر من هيمنة المرجعية الدينية وتدخلها في الحياة السياسية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر